موسيقى السلام عليكم كي دائرين تمنى تكونوا بخير وعلا خير محبا بكم في تيو جديد اللي غادي نوجد معاكم شهيوة غمضانية غادي نوجد معاكم هاد جاجا محمرة في المقرات العجيبة جاجا غزالة بزاف وكما كتشوفوا معايا جاجا محمرة مزيان وغا نوجد معاكم فطائر سائلة جاجا غزالة بزاف وغا نوجد معاكم هاد الكيك كيك كيجي خفيف واسفنجي وطالع كما كتشوفوا وغادي نوجد معاكم واحد الصينية ديال الحوت في الفران ونخليكم مع الوصافات نبدأوا بسميها بالوصفة الاولى غادي نوجدوا الشرمولة اللي غادي نضيفه للتجاجا هنا اختيت قطبور معا معدنوس مقطعين غا نضيف لهم جوز فصوص ديال التوم والحكوم غا نضيف إبزار السكنجبي الخلق قوم بلدي طعم الملح وغادي نضيف زيت وغادي نضيف زيت وعندي هنا حمضة مصيغة قطعتها غادي نضيفها وغا نخلط هات المكوينات مزيان اه صفينا نضيفن بها تجاجا مزيان اه كان نضيفنها من جميع الجوانب ومن داخل صفينا نضيفنها في هاتي الشرمولة تقريبا واحد المدرية الساعتين على الاقل وقد ما خليتها قد ما كالشي اه الديده وقد تشغب لين هاتي الشرمولة مزيان اه المهم هاتي الشرمولة مزيان اه غادي نضيفها طيب اه من بعد هنا خليت المقلة غضفت فيها شوية لها زيت الزيتون مع الزيت المائدة خليتها حتى سخنات وضفت بصلا مقطع قريقة كما كتشوفوا معايا مشلدة غا نضيف لها البزار والملحة غا نخليها للبصلا تقل عليها واحد شوية من بعد غادي نضيف الدجاجة وحتى هي غادي نبقى نقلبها حتى تتقلى لها من جميع الجوانب اه صافي هنا من بعد ما تقلت لها الدجاجة مزيان غادي نقلبها على صدق باش كي يطيب لنا مزيان وغادي نضيف لها الماء القياس فاش طيب هنا غا خدي تالي كزلافة فاش كنت خلط تشغمولها اضفت لها الماء واضفتوا الدجاجة كنضيف القياس فاش طيب لنا صافي غادي نستعليها المقلة وغادي نخليها حتى كطيب لها كنص ديال الطياب وغادي نضيف ليها القلب والكبدة ديال الدجاج والعنق من بعد ما طيبتهم نستطيب سلقتهم مع شوية ديال حامض وقطعتهم غا نضيفهم الدجاجة وغادي نستعليها نخليها تكمل الطياب من بعد ما طيب نضيفهم الدجاجة ونقلبها حتى كتك تحملها ونضيف الماء الزيتون وزين نضيف الماء ونضيفهم الدجاجة ونضيفهم كثيرا ونضيفهم 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 الوصفة الثانية الوصفة الثانية هي الكيك مزوق بالكاكاو سوف نحتاج الكيك اربعات البيضات كيك يكون بالحرارة المطبخ لا يكون بارد نضيف من THE لجه نضيف الملح كيك مزوق وكيك سكا نضيف الملح و نضيف مز connected نضيف كاس الزيت و دخلوا الزيت و نضيف كاس الحليب نضيفه متخش و نضيف الأستشجمل المكونات. من بعد نضيفه جوج كيسان ونص من دقيق وجوج من الخميرات الحلويات. ونضيفه من الخليط دينا ونخلطه مزيان. صفي من بعد غدي نقسم هذا الخليط ديالي لجوج. غناخد نص اللول غنضيف لها الكاكاو تقريبا نضفت مع القاة كبيرة من الكاكاو. وغنخلط مزيان حتى كيدخل يا الكاكاو مع الخليط ديال الكيك. اه صفي هنا اخذت هاد المون. دهنته بزيت رشيته وغادي نبدأ نخوي شوية من الخليط خليناها بيض. وشوية من خليط لشطفنا الكاكاو. اه من بعد اخذت هاد العدية شوية. اه خلط بشوية الكيك باش كي يجينا مزوق من الداخل. صفي وكا ندخلو الكيك دينا الفغان يكون مسخن من قبل وكا نخلوه حتى كي يطيب لنا. من بعد ما طابك يجي لها هاد الشكل صفي غادي نقلبوه في التبصيل. وغادي ندهنوه بشوية ديال النابج ما بريتش باش ما نضيف لي شي شكولات ولا شي حاجة لي غا تغطي لي هاد اه اه ازواق ديال الكيك. دهنتو غيب النابج وضفت ليها كامل فوق الفيوتين. صفي وغادي نقدموه بصحة وغا حكي يجي غزالين بساف. ونوجد معكم الوصفة الثالثة. غا نحضر معكم هاد الفطائي السائلة. يجي غزالين بساف. هنا للعجين ديال الفطائي غادي نحتاج الجوج بريضات. آآ درت هنا اآ آآ غاز معلقة ديال البزار ومعلقة صغيرة ديال الملح. هنضيف لهم معلقة كبيرة من سكر سانيدة. غا نطرب هاد البيض مزيان. من بعد غادي نضيف معلقة كبيرة من الخميرة حبيبات. غا نضيف هالنس ليتر ديال الحليب يكون اه دافي. كنضيف لي ها كيمك تكون معلقة كبيرة من الخميرة حبيبات وكندوبوها. من بعد كنضيف هاد الحليب البيض. غا نخضر خلطهم زيان هاد المكونات. من بعد غادي نضيف ثلاثة معلقة كبيرة من الزيت. هنا ايلا بغيتوا تضيفوا آآ زيت غمي ولا تضيفوا زيت زيتون بحال بحال. كنضيفوه ثلاثة معلقة كبيرة. وكنعودوا نخلطهم زيان. آآ صفي هنا غادي نبدأ نضيف آآ في الدقيق كي يبقى الاحساب الخارط. كتضيفوا الدقيق حتى كتحصلوا على واحد آآ العجينة اللي داير بحال العجينة ديال الكريف. آآ آآ اموري ما غا تشوفوا معايا القاوم ديال العجين كيف كي يجي. آآ صفي هنا من بعد آآ هنا ياخديت آآ الفلفل مقطعة. مربعات بعض صغر خليتها في الالوان. مع آآ آآ القزبور مقطع. ومعد النوس. وعدي هنا بصلة ايام قطعة رقيقة. وغنضيف آآ فورمج محكوك. صفي غنخلط هاد المكونات وغادي نخلي هاد الخالد ديال يرتاح وقليه واحد نص ساعة. وعلى ما يرتاح الخالد غادي نوجد الحوت. اللي غادي نطيبوه في الفضاء. وهنا يا كنت وجد الشرمولة للحوت. هنا الشرمولة ديالحوت اللي كنت ديرون الكمون. آآ البزار التحميرة الخرقوم. الملح العاصر ديال الحام. ديالتومة محكوكة. والقزبور مع النوس مقطعين. زيت الزيتون. صفي كان نخلطوا هادك المكونات ديال الشرمولة وكان ندهنوا بهم الحوت ديالهم زيال. وكان حطوه كاف الصينية اللي غدات극 الفران. هنا أنا fluه عليها الخضراء. آآ فرشت لي البطاطا والفلفلاء. آآ هكها قديقت شرملوه و تخليه هكا تغطيه. تخلفها كي يجي غزال بزيف.eleri كا اا كدمها خليته في ذيك الشرمولة كي تشربيها كي يجي لديد. ااه هنا اضفت حمض مسيار وضفت اه scorيس. كلا حبة قسمته على جوج. انا هنا كنت وجتوهك وخليتو احتى قربة الوقيت هجي الفطور عاد طيب تو باش كنحطو وهو ما زال سخول. اه صفي هنا ياره اه بغيت ندخل حوتي طيب هنا غادي نغلفو بهاد بابي اليوم صفي وغادي ندخلو غادي نقصلي باش كي طيب على خاطرو كي جينا طيب من الداخل حتى كي طيب مزيان من بعد كان نحيدو عليها هاد بابي اريميو كنخدوه يتحمر لنا شوية من الفوق وكان قدموه بصحة وغاحة كي يجيرو زال بزيف ونرجعو الفطائر اللي كنت خليتهم باش كي يرتاحو ويخمرو لينا هنا ياخديت المقلم بعد ما سخنات الى كانت تلصق كدهنوه بزيت كتخو فيها واحد الكمية من هاد الخاليط صفي وكن نقضوها مزيان وكنخلوها حتى كتطيب لنا من التحت ولا عفية تكون ناقصة باش كي طيبوه مزيان وكي طيبو من الداخل ما يتحققش من بعد ما كتطيب من التحت كنقلبوها ونطيبوها من الفوق صفي هنا غي كاتب عليكم منشفات من الفوق وكاتقلبوها وكاتخلوها حتى كتطيبو وبهد الطريقة غادي نكمل الخاليط اللي عندي وهاكده غا نكون وصلت معاكم نهاية دي الوصفات اللي كنت وجدت معاكم في هاد الفيديو انتمنى يعجبوكم شاكت معاكم هاد الوصفات رمضان ياكا اقتراح انتمنى يجبوكم ما تنسونيش من لايكات وتعليقات دي لكم وان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة